وصحبه والسلام عشاء كرة وبس في كل مكان اهلا بكم يحفظكم رب العالمين ويرضى عنكم ويرضيكم ويكتبكم في الصالحين انتم وكل احبابكم اجمعين الظاهر ان الاتحاد الافريقي لكرة القدم وموت سيبي رئيس الاتحاد الافريقي لكرة القدم وسلبية النادي الاهلي ومجلس ادارة النادي الاهلي الظاهر ان الاتحاد الافريقي مش عايز يجبها البر الاتحاد الافريقي بيواجه النادي الاهلي وبيتمألس على النادي الاهلي لاحترام ادارته واحترام رئيس نادي كابتن محمود الخطيب ما بيتكلمش ما بيقولش حاجة ما بيهاجمش الناس حاجات كتير يختلف فيها تماما يختلف فيها تماما عن كل رؤساء الاندية في مصر اذا الاتحاد الافريقي مش ناوي يجيبها البر مع النادي الاهلي نهائيا بعد تعيين الحكم الحكم يعني الاتحاد الافريقي عن هوية الحكم مباراة الاهلي ومازينبي في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقي 2023-2024 الاهلي هيلعب امام مازينبي باذن الله تعالى يوم الجمعة 26 ابريل في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة على استاد القاهرة الدولي في حضور خمسين الف متفرق الاتحاد الافريقي اعلن تعيين الحكم بيتر كاموكا او بيتر كاماكو بيتر كاماكو حكمان لمباراة الاهلي ضد مازينبي الكنغولي ركز معايا بقى في الكلام اللي جايته الاهلي لا يعرف الهزيمة مع بيتر كاماكو ولد بيتر كاماكو عام 1982 في كينيا اضر اول مباراة ليه في الدوري الكيني الممتاز عام 2013 واعتمدوا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا منذ 2017 وهو ايضا استاذ الرياضيات البحثة في جامعة جومو بكينيا للزراعة والتكنولوجيا في كينيا اضر خلال الموسم الحالي 8 مباريات في مختلف المسابقات في دوري ابطال افريقيا دوري السوبر الافريقي تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026 كأس امم افريقيا 2023 حكم كثير الانذارات اشهر الحكم 24 بطاقة صفراء ولم يشهد اي بطاقة حمراء الاهل لعب سابقا ثلاث مباريات اضرها الحكم الكيني اخرهم التعادل السلبي ضد شباب بلوزداد في دوري المجموعات في البطولة الموسم الحالي واضر مباراة فوز الاهل بوسولاسية دون رد على الترجي في زهاب نصف نهاء دوري ابطال افريقيا في الموسم الماضي واضر مباراة الاهل والقطن الكاميروني والتي انتهت بفوز الاهل بربعية دون رد في دور مجموعات نفس النسخة في دور مجموعات نفس النسخة بيتر كوماكو انا مش متفائل الحقيقة انا مش متفائل ببيتر كوماكو خالص لان عليه كلام كبير وعليه لغط كبير جدا والاتحاد الافريقي تمام بيتحدى الاهلي ايه اللي حصل وايه اللي دار وايه اللي تقال وايه اللي هيحصل هقول لك صديقا تعال بنا نشوف يعني ايه اللي هيحصل في مباراة الاهلي ويمازنبي غدا النادي الاهلي بكرة لازم لعبة النادي الاهلي تاخد بالها خصوصا من الانذارات خصوصا من الانذارات عودة حميدة لامام عشور عودة حميدة لياسر ابراهيم عودة حميدة لمحمد الشناوي عودة حميدة لكل اللعبة المصابة المروان عاطية واليوديانجو والناس كلها وحسين الشحات يعني حاجات كتيرة جدا جدا النادي الاهلي بيستفيد منها في الكلام ده طيب حيعلن انسحابه رسميا خدوا بالكم من الكلام ده خدوا بالكم من الكلام ده مين هو المعلق وايه هي القنوات النقلة وايه هي الكلام ده اول حاجة موعد مباراة الاهلي ومازينبي والقنوات النقلة ومعلق اللقاء والتشكيل وتاريخ المواجهات واحدة واحدة كده مع بعض معلومات شاملة عن المباراة الاهلي ومازينبي القادمة ضمن مباراة اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا تتضمن موعد مباراة الاهلي ومازينبي كونغولي والقنوات النقلة وتردد القناة النقلة ومعلق اللقاء وتشكيل النادي الاهلي في لقاء دور الابطال وتاريخ المواجهات من يقابل الفائز في النهائي وعدد الجماهير في استاد القاهرة اول حاجة موعد مباراة الاهلي ومازينبي كونغولي زي ما قلنا لحضراتكم الجمعة بتوقيت مصر الساعة العاشرة مساء طيب حدد الاتحاد الافريقي لكرة القدم موعد مباراة الاهلي ومازينبي في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الجمعة 26 ابريل 2024 ويوافق توقيت مباراة الاهلي في ليبيا والسودان الساعة العاشرة مساء ويأتي موعد موعد الاهلي ومازينبي يوم الجمعة ويوافق موعد مباراة يعني كل الكلام ده طيب ايه اللي حيبقى من يقابل الفائز في المباراة النهائية الفائز في مجموع مباراتي الاهلي امام مازينبي الكنغولي في نصف نهائي مع الفائز بمجموع مباراتي الترج التونس وممولد سندونس في نهاية بطول الدور ابطال افريقيا وجاءت نتيجتي مباراة الزهاب كما يلي الاهلي تعادل مع مازينبي سلبيا بدون اداف وفازت ترج التونس في مباراة الزهاب على سندونس 1-0 حضور خمسين الف مشجع لتأييد الاهلي في استاد القاهرة بيحضر خمسين الف متفرج في استاد القاهرة في استاد الرعب مباراة الاهلي ضد مازينبي لدعم المارد الاحمر في مواجهة الحسم في اياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا وانهت الاجهزة الامنية استعدادتها لتأمين دخول الجماهير والمدرجات وطاقم التحكيم وممرات اللاعبين القنوات النقلة لمباراة الاهلي ومازينبي الكنغولي في مباراة الاياب تزايد البحث عن القنوات النقلة لقرة القدم ضد بإنسبورتس HD6 التردد طبعا 11 جر 54 وطبعا القناة مشفرة هيعلق على المباراة ان شاء الله المعلق المصري علي محمد علي وتشكيل الاهل المتوقع امام مازينبي الكنغولي في دوري الابطال وتوقع حراسة المرمى مصطفى شبير قط الدفاع محمد هيني رامي ربيع محمد عبد المنعم علي معلول في الوسط عمر السلية احمد نبيل كوكا مجد افشا الهجوم عبد القادر بيرسيتاو ووسام ابو علي تاريخ مواجهات الفريقين الاهل لاعب مازينبي خمس مواجهات كلها في دورة ابطال افريقيا جاءت اول موكهة بين الاهل وتيبي مازينبي في عام 2002 في دور المجموعات وفاز الاهل بهدف دون رب في مورات الزهاب وتعادل الفريقين سلبيا في مورات الاياب والتقى الاهل 2012 وفاز الاهل بهدفين مقابل هدف وخسر الاهل بهدفين دون رد في مباراة الاياب كل الكلام ده نتمنى التوفيق للنادي الاهلي بشكرك يا صديقي ان انت كملت معايا الحلقة للنهاية استنوني ان شاء الله في حلقة قادمة ونتمنى التوفيق للنادي الاهلي باذن الله تعالى وشرفنا يوصل للمباراة النهائية ونشوز باللقاء اشكركم شكرا جزيلا واستنوني في حلقة جديدة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته